موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء طابت جميع اوغاتكم في حلول شهر الخير وشهر الرحمة وشهر البركة شهر رمضان المبارك نقول للجميع كل عام وأنتم بالفخير وتقبل صيامكم وغيامكم معانا برنامج في هذه الايام المباركة في كل ليلة سوف نتحدث عن شاعر ونستعرض ما نستطيع تقديمه من غصائد الشاعر التي هو يكون فارس حلقتنا والآن معولة حلقات هذا البرنامج شاعرنا في هذه الحلقة نقدر نقول عنه في وقتنا الحالي نابغة السبب أنه تقريباً وصل إلى الخمسين ما أفصح عن غصائده رغم أنه شاعر مبدع من الشعر اللي إشار لهم بالبنان لكن قد تكون عنده عدم غناعة في ظهار غصائده في البداية وكل شخص يكون له غناعاته الخاصة شاعرنا هو الشاعر فلاح العراك الهاملي المطيري أبو راجل الله يمسيه في الخير له العديد من المساجلات مع الشعر لكن خصصنا في هذه الحلقة المساجلات اللي دارت بينه وبين الشاعر الكبير صاحاً أبن قويعان الله يرحمه صراحة بالنسبة لي أنا أعجب أني المساجلات اللي راح نلقيها في هذه الحلقة يقول أن أشاروا عليه جماعة له أو ربع له خاصين هو كان أبدوي وقالوا يا أبو راجح أنتهى الحين الناس كلها قعدت في الديرة ولعاد فيه بداوة ولعاد فيها الحلال وأشتابي بهاشقة وبع الغنم أو خلك انزل المدينة أو درب سعيالك وترك أشيقة وافق الرجال أو باع الغنم بعد ما باع الغنم وجلس له فترة كأنه مسجون مثل الطائر اللي تمسكه وهو طائر وتجتهو وتبرقعه مع هذا مع هذا إيوان الرجال حس نفسه أنه موه جالس في دير مدينة حس نفسه أنه مسجون يعني كتاب له أبيات ورسالها على الشاعر الصحن ابن قوعا مثل ما ذكرت كمانا راح ينقل المساجلات الإدارة بينه وبين صحن فقط يشكيله من الجماعة هل يأشاروا عليه أنه يبيع الغنم وأنه يصير أحضري ويترك البداوة قال يا أبو محمد طبعا صحن بن قوعان من أحد عياله واحد اسمه محمد يا أبو محمد زين ما بن البيوتي من فيضة الخمة اللي قصر زياد أكبار الرباع أنبارا مات البتوتي محولها النامس ولا فيه نقصات وتليم الغالين عقبة شتوتي وتسايرا ومن بينهم عقبة الأبعاد هذه الشفاتي يا صحن قبل موت ما الحجر يرجد على قبري إرجال والله يوم علي يفوتي إنه يعادل بالعدد عشرة أعداد أن ألفظه وسط البيوت مغموتي الغبنة شوفه وونس الموت جلال جلال بنت علينا عشها العنكبوتي بكسورنا مثلا النواطير قعد بنت علينا عشها العنكبوتي بكسورنا مثلا النواطير قعد لو حصل بنبوة طول صوتي لأنها تبرد حرارات الأرصاد لو حصل لي بنبوة طول صوتي لأنها تبرد حرارات الأرصاد والله مغبط مليمين السحوتي لو جد دراهمهم ملايين وشعاد والله مغبط مليمين السحوتي لو جد دراهمهم ملايين وشعاد راحت علي بيعت الفرج فوتي من أي حلو ورعان في لوذة الزاد زتيتهم بشوار ناس زتوت ليتني مطع تعايد أو عياد وخير من كثر الحسائف سكوتي ورزقي على رافع سماها إبل أعمال سبحانه وصلت القصيدة الشاعر الصحن رد عليها قال الشاعر الصحن البارح حسني يمداون بتوتي وفكار بالي صادرات وورات جاني اكتاب فيها عدل ولوتي كزفلاح ويحتري يرد لو كاد يبي مرد بيوت مثل البيوتي والضيف ما يقراه عذرا بلا زاد من شان ابو راجح نحذفها البشوتي لو انها مطباح تمالها مات من شان من شان ابو راجح نحذف البشوتي لو انها مطباح تمالها مات يبني الكارم طيبين السموتي ما فات من لذات الأيام ما عاد أسعى ترجع باخر العمر كالداد وبالك تسمع في كلام الشموتي يبيك ترجع باخر العمر كالداد واجلس وبابك شرعه للكروتي يلقى قناص الجماعة اليصاد وعسى كلامي بل هدف ما يجوتي وانت تسامح لا حصل مني إجهاد طبعا قناص الجماعة اللي هو اللي تزوج يرسله بطاقة دعوة هذا اللي يقصده الشعر نجيب له أبيات غزلية أبو راجح أيضا نرسلها على الشاعر صحا يقول راس بلي زاه يلونه مديلة واردن باسم الوكيل من الوكالة جمس يقطع مجر هد الخط طويلة مش ترينه نقدمها وبالكفالة جمس يقطع مجر هد الخط طويلة مش ترينه نقدمه وبالكفالة وبسايقة لو يمشي الظلمة دليلة عارف إن يمت جنوبه من شماله نصها لعملته ترضي عميله فيه بنوك المملكة ماشي الريالة نصها لعملته ترضي عميله وفيه بنوك المملكة ماشي الريالة يا صحة من الله صديق يشتكيله والخبر واصلك في بطن الرجسالة قلب يلي فيه دقات تشيله مثل دقة عود عبد الله فضالة من سبايب جادل جاتني طويلة يا صحة أنه صادفت عند البقالة جاء للمحط فوق الرأس شيله والخطيئة عندها مثل جماله وانتبعناها مع الشارع في شيله وانفعلنا فوقنا حكم العدالة قال الشاعر صحا مرحب عداد ودانا المخيلة وعد نو لا تنثر من خيالة يوم جاني خط كسابنا فيه لسني يلي شايف غالي عياله حاضر برسال تلوه ثقيلة مار صارت من فضر ربي سهالة حاضر برسال تلوه ثقيلة مار صارت من فضر ربي سهالة أبو راجح عاشز من غير جيلة جاه من ردة على عصر الجهالة وأبو راجح عاشز من غير جيلة جاه من ردة على عصر الجهالة يا فلاح العشق ما أرحم قتيله قبل كل هزان وقته ما صفاله حول أنه مرت سي طول ليلة وكل القرب إن قام يصعد مع حباله إنش دلي شايف عدله وميله سيد عرف هرج الصحيح من الحيالة واش تبي بالسوق يوم أنك تجي إليه من تحال البوق لا تأمن أني كاله من تحال البوق لا تأمن أني كاله ولا تفيدك فزعتي بي وسيله دام راع المال ما ظهر بيع ماله وله هو مبطي وانا داع سبيله ما أعطنا المطنوخ مني له وكاله أحمد الله يوم صبح على هاتف بديلة ستة ويت رشاي ومرجت المحالة كذلك يذكر أن صح أن بن قوعان ترقد وبعد فترة سبحان الله ترقد العراك وجو عند بعض في مستشفى واحد وحب أن أن العراك يذكر صح أن في ماضيه قال يا صح أن عقب الفياض ومنازلها نازل في غرفة طول مترين ورجلك اليسر أرم ما تيز عجلها عقب طردك للبنات المزايين وقاف للدنيا تصيد حبيلها ما قضب رجليك عود الرجلين يوم شربت كل عين بلا يلها يا صح أن في غرفة ممرحة عيني يوم شربت كل عين بلا يلها يا صح أن في غرفة ممرحة عيني رب عجل بل فرجلات طولها وش فني خال زادة من الطين قال قال الشاعر صحا يا فلا حنس الحياة ومشاكلها معك ما نخل نيلات ززيني المنازل ذيت مانيب جاهلها ذقت فيها حلوة الأيام وشيني وضيجتك هذه الأيام متحملها لشك تميها ما في الناس توحيني نرغب الدنيا وهذه فعايلها معمر فيها دمركوث ثنتيني صدقة تجري وبكرها تحصلها وصالح يطلب من الله لك زيني ومن عطاها الله لها أيام كملها اطلب الله يوم نصبا موازيني يوم تدري كل نفس ابحصلها تشخص البصار والدرب درب أما جنة أو نور هذه المساجلات التي ذكرناها لكم بين الشاعرين الله يرحم المتوفي ويبقي الحاي بين الشاعر فلاح العراك وصح ابن قويعان أم العان جاء دور العزف على أهلة الربابة اما يوم نصبا انتبا تابعان شكرا تبا على شكرا تبعان التالي بين الشاعرين يوم الهوى ما أخذ سجعت واليوم وينحوانا ويني يوم الهوى ما أخذ سجعت واليوم وينحوانا ويني الياطر لي زماني فات تنك على التاب دي تتويني تنك على التاب دي تتويني تنك على التاب دي تتويني تنك على التاب دي تتويني